مشاهدين الكرام هي لحظات ينطلق الآن الشوطي أساد المشاهدون المتابعون لمسافة 1600 متر للخيل الأصيلة أو المهجنة الأصيلة درجة كافول فيها الثالثة وسرعة كبيرة جدا على كاس برزان جوائز مغرية تصل لمئة ألف ريال قطري وهنا انطلاق رائع جدا عن طريق دارين وليامز وجنرال دوكس ينطلق بقوة بينما هناك المحاولة التي تأتي من الخارج أمي كوميو ومتابعة رائعة جدا من سيما لأسنة البرتو في محاولة انتزاع الرقم واحد مستيكال لامان أيضا يحاول ومحاولة جماعية بالفعل هنا تتسم بالسرعة والاقتراب من الدوران الأول مع الكو الأول هنا نجد الآن الفارق واضح وحاضر لدينا الآن بيتر اندرس يحاول بقوة بشدة الانطلاق الفاعلة والفعالة على مستوى بلوك بلوك يحاول بصورة مثالية لكن ما زال بيتر اندرس في المقدمة وديفت بولاند ولدينا أيضا منافسة قوية لهذا الجواد جياد تنافس بقوة من أجل صدارة جميلة من أجل قوة كبيرة السيما في منافسة لبيتر اندرس والسيما الأمريكي يواجه البريطاني بيتر اندرس من خلال الأمتار القادمة هنا السراء الكبيرة والفائقة بينما الآن فلاينج دستنيشن لمربط انجاز هذي يبحث عن الانجاز هناك تقدم بيتر اندرس بيتر اندرس وأميكو ميو أميكو ميو لشيخ ناصر بن عبدالله بن ناصر الثاني يوسف بن طهر مدرب مارفين سورلاند فارسا في المركز الثالث المثنى لأساد ابن غانم بن شاين الغانم جاسم الغزالي مدربا جرالد فرانش كان فارسا في المركز الرابع حل الجواد سيدني هاربور لشيخ عبدالله بن مشعل بن حمد الثاني جاسم الغزالي مدربا استيفان لجاجد فارسا وفي خامس المراكز بالرقم عشر لدينا الوزير لساد ابنها دكتور فالد بن عبدالله العطية المدرب جاسم الغزالي ريتشارد مولان فارسا هكذا النتائج أتت على المستوى هذا الكأس أيها السادة المشاهدون العزاء المتابعون في كل مكان وفي انتظار التتويج ولحظة الفرح الكبير عندما نشاهد التتويج لهذا الكأس الذي استحق يأتي تحت رعاية شيخ محمد بن فالح الثاني رئيس نادي السباق والفروسية وهنا تكريم صاحب المركز الأول ديفيد بولند والف مبروك والسادة مربط المرقاب أيضا وبالتالي فرحه وهذا زير محسن المدرب الذي استحق هذا الانجاز ألف مبروك أيضا ثم الملاك السادة مربط المرقاب ويستحقون بالفعل ما وصلوا إليه بعد المنافسة الجميلة وهنا بالفعل تصفيق حار وهذا التكريم الجميل والوصول إلى الكأس وبالتالي اللغة التذكارية التي ستكون دائما ما تكون حاضرة وهنا الفرحة الكبيرة من مدربين وملاك وأيضا عشاق مع رئيس نادي السباق والفروسية شيخ محمد بن فالح وابتسامة الجميع والكو السرفة الآن عاليا شكرا كنا معكم في هذه التغطية لأشتركوا في القناة